السلام عليكم صباح الخير للجميع يوم الأمس مساء كانت هناك حقيقة ليلة ساخنة في برلين ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين كانوا ينظمون مسيرات داعمة لفلسطين هذه المسيرات تطورت وأدت إلى اشتباكات بين الشرطة وعدد كبير من المتظاهرين وحدثت أحداث حقيقة عم نشوفها لأول مرة في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين وكان هناك 65 شخص جريح من أفراد الشرطة الألمانية بحسب معلومات الشرطة وصيبوا وتم اعتقال 174 شخص مؤقتا وتم فتح 65 تحقيق بحسب معلومات الشرطة الألمانية لحد الآن طبعا لليوم الثاني على التوالي فقد تم إشعال النار في صناديق القمامة وأيضا إشعال الإطارات والألعاب النارية ورشق الشرطة بالحجارة والزجاجات والعبوات الحارقة أي بحسب معلومات الشرطة الألمانية وبحسب ما ذكر اليوم في القناة الألمانية الأولى تاكس شو وذكرت الشرطة أيضا بأن المرة أيضا أصيبوا بهذه الاشتباكات وأحترقت عدة سيارات وشاحنة كانت موجودة في المنطقة بالإضافة إلى شجرة وتم استخدام رذال الفلفل والقوة لاعتقال المشتبه بهم من قبل الشرطة الألمانية صباح اليوم الخميس وبعد تقريبا مرور الساعات هذه الحدثة كانت اشتباكات وأعمال العنف كانت يوم الأمس مساء الآن صباح اليوم عمدة مدينة برلين عن حزبة سيد اوو في بيان قال برلين متماسكة معا من أجل الحياة اليهودية وضد معادات السامية في ألمانيا يعني عم نشوف أحداث تطور يوميا بخصوص معادات السامية بخصوص إعطاء الإذن أو الرفض أو السماح أو المنع أو الحظر للمسيرات المؤيدة لفلسطين وللأسف عم نشوف أنه اشتباكات بين الشرطة وتخريب وأيضا إشعال النيران في صندوق القمامة وأيضا حرق السيارات فما أعتقد هذا شيء إيجابي ومفيد بهذا التوقيت وزير العدل الألماني سيد بوشمان قال يجب تنفيذ القانون الحالي بسرعة ومعاقبة المجرمين وأيضا أكد سيد بوشمان وزير العدل أيضا الحق حق في التظاهر ولكن عندما يتم تجاوز الحدود مع القانون الجنائي علينا أن نوضح أن هذا ليس أمرا مقبولا هذا ما قاله وزير العدل الألماني سيد بوشمان إذن عم نشوف تطورات اليوم الثاني على التوالي في حي نوكل في برلين زو الأغلبية فيها حقيقة جاليات كبيرة من الشرق الأوصد وشمال الأفريقيا عم نشوف يعني الأوضاع عم تروح من سيء لأسوأ ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين واعتقال يعني حقيقة عدد كبير جدا من الأشخاص من قبل الشرطة 174 شخص أصدقائي نلقاكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته